لمزيد من المتابعة معنا ضيف النشرة الإخبارية من بغداد الدكتور فراس اليسر عضو المكتب السياسي لحركة النجباء دكتور أهلا بك في قناة الفلوجة دعنا نتكلم في ملف الولايات المتحدة مع إيران وخصوصا تصعيد واشنطن ضد إيران بعد زيارة روحاني إلى بغداد اليوم المبعوث الأمريكي الخاص بإيران يرى أن النظام الإيراني يرى أن العراق هو كمخلب في لعبة سياسية وأيضا يعتبره ممر للهيمنة من قبل إيران على الشرق الأوسط ما تعليقك على هذا الموقف؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولي قناتكم ولمشاهديكم الكرام لم تأتي هذه التصريحات بشيء جديد لا سيما وأن الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ الثورة الإيرانية كانت تهاجم إيران وتحاصر إيران وتعتبر أي حركة لإيران أو أي توطيد علاقة مع أي دولة مجاورة لإيران هي حالة من الهيمنة وحالة من السيطرة وننسى أن الولايات المتحدة بعد عام 2003 جاءت إلى العراق بوصفها محتلة لهذا البلد وانتهكت كل الحقوق وسعت إلى بناء دولة ضعيفة لا يمكن لها أن يكون لها قرار سياسي فاعل ومؤثر في المنطقة فبالتالي لم يأتي هذا التصريح بشيء جديد اليوم الجمهورية الإسلامية أصبحت دولة سوبر إقليمية لديها القدرات ولديها الفاعلية والتأثير في العلاقات الدولية تمتلك علاقات دولية جيدة مع روسيا ومع الصين ومع تركيا ومع كثير من الدول بالتالي نحن في العراق ننظر من منطلق المصلحة الوطنية ماذا تقتضيه المصلحة الوطنية في التعاطي مع الجمهورية الإسلامية المصالح مشتركة مع الجمهورية الإسلامية لا سيما بعد دخول داعش عام 2014 كان هناك دور فاعل ومؤثر من قبل الجمهورية الإسلامية في التعاطي مع الواقع العراقي بخلاف الدول المجاورة الأخرى الذي بقيت تنظر إلى العراق وهو في دائرة المنظمات الإرهابية التي سبق وأن أسست لها الولايات المتحدة طيب دكتور هل كلامك هذا يعني أن بغداد لن تمتثل للعقوبات الأمريكية على طهران بعكس ما قالته الولايات المتحدة أن العراق يتوقع أن يمتثل لهذه العقوبات المعيارية في امتثال بغداد لهذه العقوبات من عدمها هو الواقع الذي يعيشه العراق نحن اليوم نستورد الغاز والكهرباء من الجمهورية الإسلامية ما يقارب ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دولار هو حصيلة التعاطي خلال هذا المد الذي يستفيد منه العراق فضلا عن التعاون التجاري مع الجمهورية الإسلامية يصل إلى أكثر من عشرين مليون دولار فبالتالي اليوم على الحكومة العراقية أن تتعاطى مع العقوبات بما يتلاءم مع المصالح العراقية نعتقد أننا بأمس الحاجة إلى التعاون مع دول الجوار كل القرارات التي تعتمدها واشنطن في التعاطي مع الشرق الأوسط هي قرارات من منظور المصلحة والبرقماتية التي أسست عليها الستراتيجية الأمريكية لذلك لا يمكن لنا ونحن عشنا منذ 2003 لحد هذه اللحظة لم نرى من واشنطن سوى المعاناة والترهيب والمفخخات لذلك لا بأس أن نلجح إلى دول الجوار التي سبقت وأن قدمت الخدمات للعراق هناك أيضا اتفاقيات تم إبرامها قبل فترة مع الأردن وأيضا ممكن أن تكون مع دول مجاورة أخرى ليس هناك مانع من التعاون مع الدول المجاورة للعراق ولكن المانع أن يكون هناك فرض إرادة على الحكومة العراقية وهذا بالفعل ما تعمل عليه الولايات المتحدة الأمريكية حتى في صدد موضوعة إجلاء هذه القوات هناك ضغوط تمارس من قبل واشنطن للإبقاء على القواعد الأمريكية داخل العراق السؤال الجوهري هو ما الفائدة من التواجد الأمريكي في العراق مع وجود قوات الحجد الشعبي ومع وجود القوات العمنية بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت ومنذ أن بدأت تقدم مصالحها على المصالح الأخرى ترامب وروحاني كلاهما زار العراق مؤخرا لو عملت مقارنة بين الزيارتين فماذا تقول؟ طبعا هناك فارق كبير بين زيارة الرئيس روحاني وزيارة ترامب زيارة ترامب جاءت في وقت مفاجئ وجاءت بعنوان متخفي وهو عبر عنها ترامب بأنه جاء في طائرة قد أخفتت أضواؤها فبالتالي هذه الزيارة الخاطفة وأيضا لم يتم إعلام الجهات الحكومية في العراق بهذه الزيارة في حين نجد أن الرئيس روحاني جاء وقد بعث وزير الخارجية الإيراني ضريف قبل وصوله إلى العراق ومن ثم جاء وبشكل رسمي تم استقباله وخرج إلى شوارع العراق وتوجه إلى زيارة الإمامين الجوادين سلام الله عليه هذه الزيارة فيها وجهة نظر كبيرة أنه الجمهورية الإسلامية تحترم سيادة العراق وأيضا فيها وجهة نظر أخرى تمثل أنه الوضع الأمني مستتيب ومستقر بخلاف ما روجت له وسائل الإعلام الأمريكية التي بررت أن زيارة ترام بهذه الكيفية جاءت لأن الأمن غير مستقر حتى أن ترام صرح أنه صرفنا في العراق ما يقارب 7 مليار دولار والآن نحن نأتي إلى العراق بشكل متخفي هذا الواقع يفترض علينا أن نعيد حساباتنا في التعاطي مع الدول الأمريكا كما هو معهود لها إنها تتعامل باستعلائية وباستكبار وخير دليل الزيارة والكيفية التي جاء بها أترام بخلاف رئيس الجمهورية الإيراني الذي جاء في وضح النهر وتم استقباله في وضح النهر وامتدت الزيارة ما يقارب ثلاثة أيام أو أربعة أيام تم عقد مؤتمرات وتم إبرام ما يقارب خمسة اتفاقيات استراتيجية يمكن أن تصب في مصلحة العراق هناك زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي إلى دول مثل لبنان والكويت في منطقة الشرق الأوسط من أجل تضييق الخناق إن صح التعبير على طهران هل ستنجح الولايات المتحدة لجعل هذه الدول أن تطبق العقوبات ضد إيران طبعا برأيي أعتقد أن هذه الزيارة هي كزيارات السابقة تحاول أن تعيد الثقة بالنسبة للملتزمين بالمنهج الأمريكي وأتباع السياسة الأمريكية هؤلاء بعد أن انتفى مشروع الشرق الأوسطي وتقسيمه بفضل محور المقاومة في العراق وفي سوريا وفي لبنان تحاول السياسة الأمريكية أن تعيد الثقة لإسرائيل والنظام السعودي ولبعض الدول التي تسير في المنهج الأمريكي ولذلك أعتقد أن هذه الزيارة لا يمكن أن تأتي بشيء جديد سوى أنه يطلق التعهدات وأننا سوف نزيد العقوبات على الجمهورية الإسلامية الجمهورية الإسلامية منذ 40 سنة هي محاصرة واليوم بتقارير الولايات المتحدة أن هناك تطور كبير في الجانب التكنولوجي وفي الجانب العسكري حتى أنها باتت تروج السياسة الأمريكية تحت عنوان المد الإيراني في حين أننا اليوم لا نشهد لوجود عسكرة تمثل الإيرانيين داخل العراق وكذلك في سوريا بخلاف القواعد والجيوش الجرارة التي تسير داخل أحياء ومناطق العراق بشكل منفلت الدكتور فراس اليسر عضو المكتب السياسي لحركة النجباء حدثتنا من بغداد مباشرة شكرا جزيلا لك